موسيقى من منضلاع الازمة الحالية في السودان في الخامس عشر من ابريل الماضي سخرت مصر مؤسساتها المعنية تكافى لاحتواء الازمة وحقن دماء الشعب السوداني موسيقى التحركات المصرية استندت الى ثوابت رئيسة تمثلت في الحفاظ على استكرار ووحدة السوداني واراضيه وبحلول سودانية خالصة بعيدا عن اي تدخل خارجي حماية لخيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتقديم كل المساعدات الممكنة له في اطار من الحفاظ على الامن القومي المصري موسيقى من هذا المنطلق لم تتوانى الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة عن اجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وقادة دول العالم ومنظماته لاحتواء الازمة في السودان ورأب الصدع بين الاطراف كافة وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات كان ابرزها استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان في الثالث عشر من يوليو الماضي لسياغة رؤية مشتركة بين تلك الدول واتخاذ خطوات لحل الازمة وحكم دماء الشعب السوداني وتجنيبه الاثار السلبية التي يتعرض لها وتماشيا مع الثوابت المصرية اكدت قمة القاهرة في بيانها الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل اي اطراف خارجية في الازمة والحفاظ على السودان ومقدراته ومؤسساته ومنع تفككه لم تتوقف مصر عند مساعيها السياسية لتسوية الازمة وانما كان حضوره قويا في تقديم الاف الاطمان من المساعدات الغذائية والاغذية والطبية للاشقاء في السودان سواء عبر معابرها البرية مع الجار الجنوبي او عبر قصور قوية مكثفة مصر لعبت كذلك دورا محوريا وفعالا في اجلاء رعاياها وكذا رعايا الدول الاجنبية من السودان كما وفرت خروجا آمنا لرعايا معظم دول العالم بيانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالاضافة الى استقبال الالاف من السودانيين عبر معبر ارقين وقسطر البريين وهو ما حظي باشادة دولية واسعة نطاق ورغم سخونة الاوضاع على الجبهة الشرقية وتحديدا في قطاع رزا لم تغفو المصر الاوضاع في السودان وحذرت من تجاهل المجتمع الدولي للازمة في هذا البلد وطالبت بتنسيق الجهود الاقليمية والدولية لجذب اطراف النزاع نحو التفاعل الايجابي مع جهود تسوية الازمة اشتركوا في القناة